احنا محتاجين قوة اكتر دينا محافظ بنك مركزي مش حاول جديد بقى ومعه فريق خبراء هيلين الناس دي بتفهم كويس قوي في اللي هي بتعمله فيه سياسة مالية طبعا احنا بنشوفنا النهاردة اعلى سعر للدولار تسعتاشر اربعين وانا قلت لحضراتكو انه طبعا اول ما تبتدي تشتغل الدولار حيبتدي يتحرك ولكن احنا شايفين الحركة مش بالقفزات والخبراء بيقولوا انه لن تكون بالقفزات يعني خمسة ساعة عشرة ساعة خمسة ساعة ولكن بتحصل كل يوم ليه بس هو التوازن بقى انت حتحرك البلد بمقدار قد ايه والدولار يزيد بقى قد ايه وازاي تقدر تعمل التوازن ده شغل المحافظ بنك المركزي وشغل السيد وزير المالية وشغل البلد كلها في شئشاء اهو احنا ما كناش بنشوف اما علش ناس ما تزعلوش مني احنا ما كناش بنشوف رئيس الوزراء بيقعد مع محافظة بنك المركزي احنا بنشوف دلوقتي كل اسبوع جلسة واضحة بين رئيس الوزراء ومحافظة بنك المركزي وده طبيعي يا جماعة ده احنا بنشتغل مع بعض في مركزي واحدة فمن هنا يجي الشيشاء هنا يجي النور في نهاية النفق لانه هذا النور تتلمسه دول العالم كلها على فكرة مش احنا بس يعني يتلمسه دول العالم كلها لانه الازمة جاثمة على اقتصاديات العالم كله فانت الصورة دي وكنت بشوفها كتير ليه وازاي وبتاع الناس بقى اللي عايزة تقعد ايه تنم وتساوس انما انا ما بشوف الاتنين دول قاعدين مع بعض كده بعرف ان هناك نوع من التفاهم هناك نوع من التنصيق مايتعملش قرار هنا وهو عكس اللي هنا وبتاع ده راجل اللي قاعد ده زي ما قلت لحضراتكم انا ما بديش شيكات على بياض هنشوف هيعمل ايه استلم الموضوعه وبيشتغل الناس اللي في البيزنس يقولك ايه ابتدينا نشوف حركة ابتدينا نشوف حركة وانا بتكلم دايما على محافظ البنك المركزي هو لا ساحر ولا مخاوي جن ولا بتاع ما هو برضو عنده ظروف وعنده امكانيات موجودة فان شاء الله نشوف ده والحركة تزيد والحياة تبقى جميلة نعدي الازمة دي لانو الازمة دي هي اثقل ازمة من مدة طويلة يعني مش عايز احطها بشكل تراجيدي انا لو عدد دي وان شاء الله تعدي لو عدد دي كله بقى تمام مهم نروح لدفتر الاحوال بتاعنا النهاردة عدد كبير من الاخبار محاكمات قرارات محكمة شغالة النهاردة